أربعة أسماء أساسية مطروحة لمنصب وزير الخارجية في إدارة ترامب آخرها مدير الـ CIA السابق ديفيد بيترياس والذي كان قائد القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق ومدير المنطقة الوسطى في وزارة الدفاع جلسنا لمدة ساعة وتجولنا حول العالم وأوضحت ترامب قدرة كبيرة في فهم التحديات والفرص كانت محادثات جيدة لكن اختيار بيترياس قد يكون مثيرا للجدل بعد أن ركز ترامب في حملته على فضيحة الرسائل الإلكترونية لهيلوري كلينتون فبيترياس نفسه اضطر إلى الاستقال وأقر بذنبه في نشر معلومات سرية بعد أن تكشف أنه سرب معلومات استخبارية إلى كاتبة سيرته الذاتية التي كانت أيضا عاشقته إمكانية اختيار بيتريوس وزير خارجية مع إمكانية تعيين جيمس ماتيس وزيرا للدفاع يضع رجلين ملتزمين للشرق الأوسط ولديهم شكوك حول إيران في منصبين مهمين هما سيردان بشكل أشد على تدخل طيران في المنطقة اختيار آخر قد يكون المرشح الرئاسي الجمهوري السابق ميت رومني والذي كان من أشد دين قاضي ترامب خلال الحملة الانتخابية لكن مديرة حملة ترامب وأبرز مستشاراته عبرت وبشكل علني وغير معهود لعضو في فريق انتقالي عن استيائها من هذا الاختيار المحتمل لقد شك كارومني في شخصي وذكائي ومصداقية رئيسنا المنتخب وتعيينه في إحدى أهم الوزارات يجعل القاعدة الشعبية تشعر بالخيانة مرشح ثالث قد يكون عمدة مدينة نيويورك السابق وأبرز الموالين والمدافعين عن ترامب خلال حملته وهو رودي جولياني لكن استثمارات جولياني الدولية قد تؤثر على فرص حصوله على الأصوات الضرورية خلال جلسات تنصيب في مجلس الشيوخ اسم آخر يطرح هو مدير لجنة العلاقات الدولية في مجلس الشيوخ الجمهوري باب كوركر الرئيس المنتخب دونالد ترامب اخترى خمسة من بين خمسة عشر منصبا وزاريا لغاية الآن منهم مرشحه لمنصبي وزير الصحة عدو الكونغرس الجمهوري توم بريس وهو من أشد المعارضين لبرنامج الرعاية الصحية أوباما كير والذي وعد ترامب أنه سيلغي جزءا كبيرا منه من الشقاق العربية واشنطن ترجمة نانسي قنقر